بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة ستكون امتداد للفيديو السابق الذي كان عن الموسيقى وحكم الإجماع في تحريمها وهو فيديو تسبب لي بالكثير من الانتقادات الآن سأحاول التعليق على الموضوع مع أكبر قدر ممكن من الاستطراض حتى نغلق هذا الملف مرة أخرى أذكركم بالقصة كيف بدأت بدون أي سابق انذار عملت شير أو مشاركة لمنشور من أحد طلاب العلم من صفحته ويتحدث على أن الموسيقى حكم خلافي وأنه يميل إلى الإباحة ولا يعمم هذا الحكم على الناس لا يقول لهم أنا أبيح لكم لكن هو يلزم نفسه بهذا الحكم دون أن يقود في التفاصيل أنا فقط عملت مشاركة لهذه المقولة ثم تابعتها بمشاركة مقالين أو مقال من جزئين نشرناه على موقع السبيل عن الخلاف في حكم الغناء والموسيقى ثم للأسف تعرضت للكثير من الانتقادات مئات التعليقات جاءت على هذا المنشور الذي شاركته على صفحة السبيل وليس صفحة الشخصية اضطريت للحذف لأنه صار إساءة وصار في خروج عن الموضوع وصار فيه أيضا تعالم أو إلى آخره فبعد ما حذفته صورت الفيديو السابق وحاولت اختصر فيه دون خوض في الجانب الفقهي أتحدث عن قاعدة لا إنكارة في مساء للخلاف هذا كان ما أريد الوصول إليه لكن حتى هذه القاعدة التي ذكرتها كانت محل خلاف ومحل إنكار ووصلتني العديد من الرسائل والتعليقات التي تستدعي التوقف عندها مرة أخرى وكما قلت سأحاول أن أقول كل ما عندي تقريبا في هذا الموضوع حتى لا أعود له ولا أدري كم سيطول معي هذا الفيديو حاولت قدر الإمكان ألخص النقاط الأساسية وحاولت تعرض لها قدر المستطاع باختصار أنا ذكرت في الحلقة السابقة مثال على عيض القرني لما استضيف في إحدى الحلقات الحوارية وجاءوا اتصال من سيدة تسأل عن حكم النقاب أو غطاء الوجه فقال لهذا موضوع خلافي فقامت عليه القيامة من الوسط الصحوي ليست تسمي من عندي هو وسط اسمه وسط الصحوة أنا لا أنتقد هذه الجماعة هذا ما حدث وهذا ما كل الناس ربما تعرفوه انتقدوا على أنه غطاء الوجه يجب أن يكون محل الإجباع وهذا ما اتفقت عليه الصحوة على مدى عقود فاعتزل الدعوة ثم تحت ضغط السلطة ورجع والمفارقة أنه لما رجع هذا كل من رصدي الشخصي بعدها ربما بسنة سنتين هذا كله كان تقريبا قبل أكثر من عشر سنوات بقليل ربما خمستو عشر سنة فبعدما اعتزل لفترة بسيطة ورجع بعدها بسنة سنتين أيضا في برنامج حواري ربما على MBC جاءوا نفس السؤال والعجيب أنه أجاب نفس الجواب السابق دون أن يشير أبدا إلى المشكلة التي حدثت ومرت الحلقة بكل سلاسة لأن المجتمع نفسه ووسط الصحوة نفسه كان قد تغير كان بدأ يتقبل فكرة أن هذا موضوع خلافي فضلا عن أن تكون هذه القصة رفسة أصلا في رأي الجمهور ليست واجبة ولو أنهم وضعوا ضوابط أريد الآن أن أضع مثال آخر التصوير كان أيضا في وسط الصحوة أو وساط أخرى ربما أكرر ليس هذا موضوعي الآن ليس اتقادي للصحوة على رأسي وعيني طبعا لأن حكم التصوير في الأحاديث التي ذكرت كلمة التصوير حرام ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون الذين يضاهؤون خلق الله فقيص عليها التصوير بالكاميرات طبعا مع استثناء بعضهم ربما ليس كلهم التصوير الحي كما سمونه هو تصوير الفيديو استشدونا بقصة لمصطفى العقاد الذي أخرج فيلم الرسالة وعمار المختار لما جلس مع لجنة شرعية سعودية حتى يأخذ منهم الموافقة على الفيلم هو جاي يأخذ الموافقة على المحتوى والنص فيقول هو في مقابلة أنه في واحد منهم فورا خرج عن الموضوع على طول وسأله سؤال السؤال الوحيد كان هو ألا تعلم أن التصوير حرام طبعا جواب أيضا مصطفى العقاد ما كان منطقي ولا كان عملي ومش هاذكره الآن مش هذا موضوعنا لكن الفكر هي أنه كان فعلا في جو سائد على أنه حتى التصوير الحي الفيديو حرام وإذا لم يكن هو حرام فالكاميرات حرام الكثير من هؤلاء المشايخ على عين ورأسي طبعا لا يستطيعون القول بأنه صور الملوك التي كانت تعلق في كل مكان محرمة أنا هنا أعذرهم من هذا الشيخ اللي سيقدر يتصدى للسياسة أو للسلطان وش هذا موضوعنا لكن أيضا أذكر بعض الأمثلة أو بعض الأسئلة كانت تجيهم أنه صورة الملك التي على الريالات على العملة هل يجوز لي أن أحملها وأضعها في جيبي وأدخل المسجد يعني هذه من الأسئلة التي كانت تشغل البال لكن بغض النظر هي أصلا رسمة والرسم في علي خلاف والأرجح تحريمه الفكرة أنه التصوير نفسه بالكاميرات بعد فترة وبعد عقود بدأوا يناقشون الفكرة من باب أنه موضوع خلافي ثم لا أنه هذا ليس هو المضاهة ليس هو الذي يبدل فيه الرسام أو النحاد جهده حتى يضاهي خلق الله فبعدين في النهاية صار حلال عند ربما الجمهور من أهل الصحبة بنفس الطريقة أنا ذكرت مثال النقاب وبنفس الطريقة الآن أتحدث عن موضوع المعازف وأنا هنا لا أريد أن أقول أن المعازف حلال ولم أقول هذا في الحلقة السابقة ولا أريد أن أكتب عن هذا الموضوع ولا أريد أن أفتي ولا حتى أن أنقل الفتوى بهذا الموضوع قد أناقش بعض حيثيات هذه المسألة دون أن أخرج بنتيجة ودون أن أميل أورجح حتى لكن أنا موضوع الأساسي هنا هو ما الذي يجعل تيار فقه مثلا يزعم أن حكما ما هو الإجماع وأنه هذا يعطيه الحق بالإنكار على الآخرين والإنكار أحيانا قد يأخذ شكل العنف أو سواء عنف لفظي أو جسدي وقد يصل الأمر إلى ما هو أسوأ كما سنأتي لاحقا إن شاء الله الآن سأتحدث عن بعض الاستفسارات والاستنكارات من مشايخ محترمين بعضهم يعني أرسل رسائل جدا محترمة ومؤدبة وأشكرهم على هذا الخطاب المؤدب بعضهم كما هو معتاد يخرج عن الموضوع وعن السياق وعن أدب الاختلاف ربما لأنه لا يرى النوضوع أصلا خلافي أو حتى لو كان مش خلافي هو هذا أسلوبه من الاعتراضات أنني قست على النقاب وأنا لم أقس أنا ذكرت القصة قصة عيد القرني كما أذكر الآن قصة التصوير لأتحدث عن العقلية التي ترى هذا الرأي وترى أن الإجماع يجب أن يكون بهذه الطريقة وأنه يجب أن تغطي على الجمهور الحكم الآخر يعني أنت تقنع الجمهور بأن هذا هو الإجماع دون أن تحسب حساب المستقبل لما هذا الجمهور أقصد جمهور الناس وليس جمهور الفقهاء لما جماهير الناس تعلم لاحقا أن هذا ليس هو الإجماع فلا يحسبون حساب هذه المشكلة لاحقا من الاعتراضات أحدهم قال لي أنني قلت في الحلقة السابقة بين القوسين برأيي ليس هناك أدلة قاطعة على التحريم فالاعتراض كان على كلمة برأيي فمن أنا حتى أقول برأيي فما أرجح؟ باعتبار أني لا أملك أدوات الفقه وأنا لم أزعم أني فقيه ولا حتى أملك أبسط أدوات الفقه درستها ولكن لم أتمكن منها وأنا لا أرجح وأنا هنا سأتراجع عن كلمة برأيي وأقول نفس الكلام السابق ولكن أضع بدل كلمة برأيي برأي المشايخ والعلماء الآخرين مثل الأنصاري فريد الأنصاري الشيخ المعاصر البوطي القرضاوي من المعاصرين الشاطبي وابن حزم والغزالي من السابقين وهؤلاء ذكروا في كتبهم آراء علماء آخرين من السلف الذين لم يروا التحريم بالمطلق كما نراه اليوم فإذن هو ليس رأيي هذه أهم نقطة أيضا جاء اعتراض على أني كنت أقول في آخر الحلقة يجب أن لا نعتبر هذه المسألة أنها من يأتي بحكم الإباحة أو حتى يرى أنه أمر يحتمل الخلاف فيأتي الرأي الآخر متشدد ويقول أنت تقريبا تنقض عرى الإسلام أنا لم أقول أن كل من يقول هذا فهو سيقال له أن تنقض عرى الإسلام أنا لم أعمم هذا ولم أقول على أن الكثير من العلماء الذين يرون الأمر أصلا مسألة مجمع عليها لم أقول أنهم كلهم يقولون أن من يرى العكس فهو ينقض عرى الإسلام لم أتهم بهذه الطريقة أيضا من الاعتراضات أني قلت لا إنكار في مسائل الخلاف وجاء أكثر من اعتراض بأنه يجب أن أعدلها إلى لا إنكار في مسائل الاجتهاد وأيضا على الإنترنت لما بحثت وجدت فعلا من يفتي بهذه الفكرة أنه يجب استبدال هذه القاعدة إلى كلمة الاجتهاد وبصراحة لما قرأت الجدل في هذه النقطة لم أجد الأمر يستدعي حتى التوقف فأنا أقصد بالخلاف هو الخلاف السائغ طبعا لكن هي الفكرة من الذي يرى أنه سائغ أو لا؟ الذين يرون أن المعازف محرمة بالمطلق وأنها مسألة عليها إجماع تام يرون أي رأي آخر هو غير سائغ وبين قوسين رأي شاذ في الفقه حتى لو كثر عددهم فهي المسألة وجهة نظر وربما نناقش بعد قليل هذه الفكرة وأنا يعني تحدثت في الحلقة السابقة عن كتاب فقه الاختلاف أذكر به وقد استعرضته في محاضرة سابقة على هذه القناة للشيخ عبد السلام المجيدي وهو كتاب متميز وأنا أثنيت عليه في تلك الحلقة التي خصصته لهذا الكتاب وتحدث بشكل مفصل عن المحكمات القطعية وعن الأمور التي تحتمل الخلاف والأمور التي فيها أجدهاد والأمور التي لا تحتمل الخلاف فليس هذا موضوعنا طبعا يقول أحد المشايخ الذي أرسل لي اعتراضه جزاه الله وخيرا أنه المجتهد لما حرم المعازف والغناء والمسيقى كان يربط الحكم بمقاصد الشريعة فحرموا آلات له طيب أنا هنا ما عندي مشكلة لكن المعاصرين الذين تبعوا القدماء في التحريم المطلق يكررون التحريم من دون أي نظر للمقاصد وأنا قلت أن المشكلة أيضا البعض لما كانوا يعلقون في الإنكار كانوا يتفلسفون فهم لا يذكرون أن هناك نص بتحريم المعازف لكن أيضا يتبعون هذا بأن المعازف أو الغناء هو بريد الزنا وطبعا هذا الموضوع يستدعي الكثير من التخيلات بأن هذا الموضوع متى ما دخلت فيه فأنت رايح باتجاه الكبائر والفواحش وبعضهم يرى أن الموسيقى والغناء نفسها السماع لها والاستماع لها أيضا هي أيضا من الكبائر البعض يقول هذا وليس الجميع دعنا الآن من التفلسف وخلينا نشوف ماذا يقولون وهل ينطبق النظر في مقاصد الشريع على كل تحريم كما نرى اليوم يعني تحريم الموسيقى الهادئة مثلا هل يؤدي لنفس النتيجة؟ فهل التحريم إذن مبني على النص أم على المقاصد؟ نقطة يجب أن يتوقف عندها العلماء من النقاط التي اعترضوا عليها أني ذكرت أن الحديث الذي يتحدث عن يستحلون الحرة والحريرة والمعازف أن البخاري ذكره معلقا وجاء الإنكار على أنه ليس كل معلقات البخاري غير صحيحة فبعض العلماء تابعوه وأكدوا أنه حديث صحيح مثل ابن الصلاح بن القيم وأنه لم يطعن فيه سواء ابن حزم وأنا ذكرت أن ابن حزم ذكر فيه مطعنين على أي حال هذا ليس جديدا لنقول أن الحديث صحيح والذين ناقشوا الحديث باستثناء ابن حزم لم يتوقفوا عند صحته أنا ذكرت هذه المعلومة بشكل عارض لنقول أن ابن حزم كان مخطئا فقه الحديث هو الذي يجب أن يتوقف عنده من الاعتراضات الشديدة أيضا أني اتقت الصحوة وجعلوني مثل الطاعنين في هذا التيار باعتبار أني تقريبا خطأت هذا التيار بالكامل ولكن من قال هذا؟ يعني ما دم بإذا كان هناك تيار من التيارات الإسلامية وكلها مرة أخرى على عيننا ورأسنا ورب رأي يجزيهم الخير على كل تضحياتهم وجهودهم التي لا ينكرها إلا جاحد من قال إن انتقادنا لبعض أخطاؤهم المنهجية أو السلوكية أو حتى الفكرية أو الأصولية أيضا إن وجدت من يقول أن هذا الانتقاد هو نسف لكل جهودهم على الأقل أنا لا أفعل ذلك فمثال مثلا لو انتقدت الإخوان هل للآخرين حينبصتوا يفرحوا لأن انتقدتهم ولا لا هل لو كان النقد علمي سيرضيهم أم لا يعني هالمشكلة والحساسية من النقد موجودة في كل مكان وأنا لا أستغرب أنه أي صحوي وأنا آسف على هذه التسمية ليس التسمية من عندي أنه ممكن ينزعج من كلامي لكن أنا هنا أتحدث عن كلام سبقني إليه الآخرون وأرجو أني كون نقدا بناء على الأقل ليس انتقاد ليس محاولة في الطعن لكن أكرر مرة أخرى أني أصور هذه الحلقة والتي قبلها مضطرا وفي السياق مضطر أن أتحدث عن تيار الصحوة لو جاء موقف آخر أتحدث فيه عن الإخوان وقد يأتي وقتها سأتحدث وسأنتقد ربما أكون بضطرا لذلك أيضا لكن ليس هدفي انتقاد لا هذه الجماعة ولا تلك بالمناسبة يعني تيار الصحوة في رأيه في رأي آخرين التيار نفسه الذي نشأ بعد حركة جهيمان هو نفسه تقريبا تلاشى وانتهى لم يعد موجودا الآن تحديدا بعد 11 سبتمبر 2001 السلطة قضت عليها بالتوافق مع المجتمع الدولي وأمريكا تقريبا والآن في الحكم الجديد في السعودية يعني بقايا الصحوة والله يحميهم ويفرج عنهم المشايخ والرموز كلهم الآن في السجون والبقايا اللي في الشارع وفي الوسط العلمي والفقهي الآن لا يمكن أن تتكلم ولا أن تقول شيئا فحتى الأثر الفقهي والفكري كله تقريبا خلاص تم القضاء عليه وأنا لا أرى من الأدب أيضا أن أنتقد مجموعة مضطهدة وهذا قلت لما طلب مني كثيرا أن أعمل مراجعة للإخوان وليس نقد ولكن دائما أقول أني أتحرج من هذا حتى لا يفهم أني أميل لطرف ضد طرف فبنفس الطريقة لا أريد أن يفهم كلامي على أنه اتقاد للصحوة وهي الآن أصلا تتعرض للكثير من التضييق بما أنه الآن موضوع الصحوة انفتحة أتمنى أني أغلقوا حتى لا أعودها مرة أخرى يعني الحديث عن أي جماعة إسلامية محفوف بالمخاطر كما قلت تيار الصحوة له جهوده لا نبخسه حقه إطلاقا تيار الصحوة قام بجهود جبارة في مكافحة الشيوعية القومية العلمانية التيار الحداثي الذي كان في السعودية تصدى للتغريب قام بجهود جبارة جزاهم الله وكل خير الملمح الأساسي لتيار الصحوة في رأيي هو رفض الوافد الغربي قاومة كل شيء يأتي من الغرب إلى درجة يعني صار مبدأ العودة إلى الأصول صار فيه الكثير من التشدد وأحيانا التطرف كما رأينا في الحركات المتطرفة وهذا موضوع درس وقتل بحثا طبعا البداية الفقهية والأصل الفقهي والتيار الحنبلي والذي هو أيضا كان مضطهدا في أيام المأمون فهذه الجذور جذور مقاومة موجودة تاريخيا ثم ابن تيميا رحمه الله أيضا كان مقاوما وتعرض للإضطهاد طبعا هذا الإضطهاد تعرض له الكثيرون أيضا ليس فقط هذا التيار ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يضطهد بل بالعكس كان لديه اتفاق مع السلطة التي أسست المملكة السعودية التي نعرفها اليوم العامل المشترك هو العودة للأصول التمسك بالنص ومدرسة أهل الحديث كما هي معروفة تاريخيا طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت بداية حركته هي رفض البدع والشركيات التي كانت منتشرة في أواخر العصر العثماني كما نعرف هذا قبل أن تصبح السيادة للغرب في منطقة كلها سواء الدولة العثمانية التي تحولت إلى دولة علمانية متطرفة أو حتى في جزيرة العرب للأسف ولو طبعا بدرجات مختلفة الآن حركة الصحوة هذه أفرزت كما قلنا حالات فيها الكثير من التشدد سأذكر أمثلة ورجاء ما يفهم كلامي على أنه تعميم أرجوكم لا يعتقد أحد أني أعمم وأتهم تيار كامل لكن الجو العام كان يفرز حالات فيها الكثير من الأفكار الغريبة يعني بداية التطرف وأنا كما قلت مرة أخرى نشأت في هذه البيئة أصلا ممكن تلمس بداية ظهور التطرف عند بعضهم خصوصا جيل الشباب المراهقين لما يبدأ يقول لك أن الساعة حرام ركوب السيارة حرام بعضهم في حالات شادة ونادرة لكنها موجودة استبدل بالسيارة الدواب بعضهم فعلا كان يمشي في المدينة يعني هي حالات نادرة جدا لكنها وجدت مشوة في المدينة بالحمير والبغال هي الفكرة يعني الأصل هو أنك ترفض كل ما يأتي من الغرب وكل شيء جديد وتبدأ تعود إلى الفطرة البحث عن الفطرة في كل شيء معظم هؤلاء كانوا أصلا نشأوا في بيئة صحراوية جدا فأنت لا تجدهم مثلا في بيئة الحجاز ولا في المنطقة الشرقية ولا في المناطق الحضارية غالبا من منطقة القصيم ونجدة التي كانت جدا بسيطة هؤلاء طبعا من البديه جدا أن المعازف عندهم تكون محرمة حتى ما أنه البدو كان عندهم الربابة اللي هو عبارة عن وتر واحد يعزف عليه لكن هؤلاء أولى الناس بتحريم المعازف لأنهم أبعد الناس عن الحضارة اللي بيكون فيها مجالس له فحرمة مجالس له والمعازف في هذه المجالس هي حرمة بادية للعيان يعني بفروض ما تكون أصلا مع الخلاف أذكر أيضا من الأمثلة مثلا لما كنت أعمل في هذه البيئة في الوسط الإعلامي في هذه البيئة تحديدا فرفعت في أحد الأيام تقرير تلفزيوني كتبته رصا ورفعته إلى أحد الإخوة المشايخ في اللجنة الشرعية حتى يقيمه طبعا القواعد هي ما في موسيقى وما في نساء مش ما في نساء سافرات وكذا ما في نساء إطلاقا في هذا النوع من الإعلام العجيب أني أنا اقترحت في سيناريو التقرير أنه نضع صورة كنيسة والنص أصلا يستدعي أنك تضع صورة كنيسة والسياق هو نقد للمسيحية أصلا العجيب جدا أنه رفض وضع صورة كنيسة في تقرير صورة ثابتة يعني مش فيديو في تقرير إسلامي على قناة إسلامية المبرر هو هذا قاله لي يعني وجه لوجه لا أريد للمشاهد المسلم أن تترك صورة الكنيسة في نفسه أي أثر إيجابي مع أن السياق كله سلبي أصلا والمفروض أنه لما أضع صورة كنيسة ستكون صورة لحدى الكنائس القوطية القديمة الرمادية البشعة لن تكون صورة فيها الكثير من الزخرفة ولكن حتى لو كانت زخرفة أصلا أين المشكلة أيضا في أن يرى أي مسلم صورة لمعبد من دين آخر أين المشكلة هنا ما الذي سيهدد عقيدته أذكر هذا المثال فقط حتى نفهم هذه العقلية ولا أقول هذه العقلية الغالبة ربما هي حالة شاد أيضا لكنها ليست مستهجنة في هذا الوسط وهي العقلية تفكر بطريقة إحجب عن الرأي العام كل شيء يأتي من الغرب أغلق عليه وسكر تماما وهذا ما جاء في الانتقادات أنه حتى لو كان موضوع خلاف أسكت خليه في الكتب تماما مثل قصة كشف الوجه أخفوه تماما والنساء على مدى عقود اقتنعوا فعلا أن هذا الموضوع إجماع إذا ظهر شيء من وجهها أو كفيها حتى فهذا موضوع خلاص يعني صارت آثمة مع أن الكتب موجودة أصلا أحيانا نتحدث عن المسري وباطني الكتب موجودة لكن عامة الناس لن يفتحوها وإذا أحدهم تعرضوا هذا قبل عصر الإنترنت ممكن لو أحد فتح الكتب وقرأ سيأتي فورا الجواب أنه هذا يعني حالة خاصة وأنه يعني نحن الآن في عصر فتن وأنه لا يجوز كشف الوجه إلا عندما تؤمن الفتنة والحالة الآن التي يجب أن تكون خاصة هي الآن الحالة العامة عصر فتن كله فيجب على النساء كلهم تعطيها الوجه وانتهى الأمر الآن هذا الشيخ الذي ذكرته قبل قليل في هذا المثال هو نفسه كنت طالع معه مرة بسيارته الجو كان شديد الحرارة شديد الرطوبة ما بده يشغل مكيف المنطق عنده أنه يجب أن يعود للفترة معنى هو يركب سيارة ولا يركب على دابة مثلا ولا يمشي لكن هو مضطر لركوب السيارة ولكن يجب أن يعود إلى الفترة وما يشغل المكيف هو لا يقول أنه حرام لكن الفكرة والعقلية هنا هو أنه يجب أن تعود للفترة في كل شيء والسؤال الأساسي ما هي الفترة كيف تحكم أنت على الفترة هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه من العادات والسلوكيات ما هو ناشئ ومستحدث ولم يكن في عصر الأنبياء الذين قبله وكلها ما لها علاقة بالفترة الآن من هذا الجو بالعودة إلى قضية المعازف في نفس هذه البيئة التي كنت أعمل فيها أحد شيوخ الصحوة والرموز الكبار كنت أصلي وراءه في مسجد كبير في مئات المصلين في الصلاة رن الموبايل من أحد المصلين بعد انتهاء الصلاة الشيخ أمسك الميكروفون بدأ يصرخ في المصلين ويوبخهم ويقول أنا كم مرة قلت لكم أنه لا يجوز وضع نغمة موسيقى في الموبايل لأنه الفكرة هي عنده أنه هذه من الكبائر حتى لو مش من الكبائر لكنها تقريبا زي الخمر زي شيء لا يمكن الاقتراب منه كيف الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام نفس الشيء أي نغمة فهي حرام وإدخالها إلى المسجد فهو يعني إذا ما كامل الكبائر منصوص عليها فهو يكاد يقترب منها فوبخ المصلين وقال إحنا قلنا لكم أكثر من مرة لا ترجعوا لا تدخلوا هذه المحرمات والمنكرات للمسجد بغض النظر عن الأسلوب والخطاب وأنه هذا قد ينفر ليس هذا موضوعي الفكرة هي قضية النفور والقياس وفكرة فهم المعازف على أنها شيء يجب أن يكون يعني مدنس إلى درجة أنك إذا فقط سمعت نغمة في أي مكان ودون تمييز بين سماع والاستماع هذه هي المشكلة هذا ما أريد أن أتحدث عنه هذا هو موضوع الذي أركز عليه في هذه الحلقة والسابقة وسواء ننكرنا أو لم ننكر قضية الخوف إلى هذه الدرجة وأخذ الحديث بظاهره على أنه مجرد أنك وضعت أي نغمة أو سمعتها بشكل عابر حتى لو فرقوا أيضا بين السماع والاستماع فأنك أنت تستحل وتدخل في الحديث يستحلون الحرى والحرير فأنت داخل في الوعيد الذي سيكون في آخر الزمان أنا أرى هذه المشكلة أيضا من الاعتراضات والتعليقات الكثيرة والرسالة التي جاءتني أني لما أفتح هذا النقاش على عامة الناس فأنا أشجع الشباب على الانحلال مع أنه كل الفقهاء تقريبا حسب ما أعرف ما قالوا أنه هذه الأغاني اللي فيها رقص وكلمات عن الحب وكذا واللي ما فيها أي اعتبارات فقهية ولا ينظرون للدين أصلا ما أحد قال أنه هذه حلال أو هي محل خلاف ولا أحد يقترب أصلا من هذه المساحة الفكرة هي أنه من مزاعم الصحوة للأسف هي أنه تجعل الأخذ بالأحوط هو القاعدة في كل شيء وأنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في كل شيء وأخذ الناس اللي هم عامة الناس بالعزيمة أيضا في كل شيء هذه مشكلة أيضا مشكلة دعوية من حيث المبدأ أيضا ثبت التربويا الآن أن أسلوب الترهيب والمبالغة في الترهيب في كل شيء سيؤدي إلى نتائج عكسية هذا ما نره الآن وربما هذا الذي لا يعرفه الذين انتقدوا لهم مالهم داخلين في العلاقة مع الشباب ومشاكلهم والرسائل أو حتى اللي احنا ما نشوفه من الشباب اللي راحين باتجاه الإلحاد أو على للأسف وشك الدخول في مجال قد يؤدي للأسف لا سمح الله إلى الإلحاد أو حتى الإنحلال هم اللي شافوا أنه كثير من تيار الصحوة كان يرتكب أخطاء كما قلنا ويعمم ويطلق هذه الإطلاقات ويغطي أيضا في خطابه الدعوي على فتاوى ثم يكتشفوا لاحقا في عصر الإنترنت أنه ليس محل إجماع أو حتى ربما بعض الأمور ليست هي الراجحة أو لا تستدعي كل هذا التشدد هذا اللي بيخليهم الآن يروحوا باتجاه عدنان إبراهيم كما تحدثت عنه في سلسلة حلقات مراجعات لتيار ومنهج عدنان إبراهيم وقلت في تلك الحلقات أنه بعضهم بدأ مع عدنان إبراهيم وانتهى إلى الإلحاد هذه حقائق ما لازم نغطيها ونتغافل عنها وإيضا لا أنكر هنا أن الترهيب نعم هو المطلوب في سن الشباب لأنه الشباب من دفعين باتجاه الشهوات لكن ما يكون هو الأصل في كل شيء ولا نصل لمرحلة إغفال وإخفاء الأحكام الفقهية التي فيها إباحة أو فيها ساعة من الخلاف لأن نوجئنا الآن للحكم الفقهي نفسه وأنا لن أخرجونا بنتيجة فقهية كما قلت دائما الحديث عن أي حكم فقهي يتطلب تحقيق المناة وتحرير موضع البحث سواء الفقهيين أو وقائدين أو أي نقاش يجب أن نفهم نحن المتعارضين أو المتناقشين ما الذي نتحدث عنه بالضبط؟ لنفترض الآن أن الحديث صحيح وأن المعازف حرام يستحلون الحرى والحرير والمعازف فهو صحيح وما في عليه خلاف السؤال الآن ما هي المعازف؟ ما هو المقصود بالمعازف المحرمة التي سيأتي في آخر الزمان من يستبيحها ويكون واقعا في هذا الحكم وهو هذا الوعيد الشديد يعني أنا أسأل هل أي شيء الآن أدق عليه يصير طبل وهي كوبة في الأحاديث السابقة بمعنى أنه لو الآن مثلا دقيت أنا ما عندي هالموهبة لكن هاي الدقة الآن هل هي حرام؟ أنا لا أقول سيتحول الآن هذا المكان وهي الطاولة لطبل أو لمعازف لكن الدقة هاي نفسه هي حرام؟ بمعنى أنه يجب على أي واحد الآن جالس معي أو أنت الآن اللي بتسمعني هل يجب عليك أن تصدق ذنيك؟ أنا ضربت في الحلقة السابقة مثال بالألباني اللي ألف كتاب لانتقاد من نقدوه في كتابه حجاب المرأة المسلمة فأصدر رسالة أو كتاب صغير يرد فيه على الذين هاجموه هو يقول أيضا في المقدمة أنه استغرب من الذين انتقدوه كلهم علماء ومشايخ أنه يجب أن تقول أنه لطاء الوجه واجب فهو باعتباره محدث وليس فقيا فأورد كل تلك الأحاديث بدأ يناقشها وقال في النهاية أنه هؤلاء الذين لم يجدوا مستمسكا لهم في الحديث في النصوص بدأوا يتفلسفون ويقولون بما أنه الوجه هو محل الزينة أكثر من الشعر في يجب أن نغطيه والفقه لا يأخذ بهذه الطريقة فالآن خلونا نتفلسف بنفس الطريقة كما هم تفلسفوا وقالوا الغناء بريد الزنا فهل الآن هذه الدقة ستكون بريد الزنا محرمة بنفس الطريقة أم لأنه فقط النص الذي يحرمها وهل يحرم هذه الدقة تحديدا أو هي مشمولة فيه أنا ما أعرفه بمعرفة المتواضعة كل من تحدث عن تحريم المعازف كان يتحدث عن آلات له وله مفهوم إيش هو لكن هل هذه الدقة لدقيتها قبل قليل أو أي شيء آخر بسيط مثل رنت موبايل تدخل في مفهوم المعازف المحرمة لأنها من آلات له مثلا اسمحوا لي الآن بهذا المثال هذا قصبة اشتريتها من ماليزيا من سوق شعبي هل هذا يعتبر عزف اسمعوا هو تقريبا تقليد لصوت الطيور هل يعتبر عزف هل هذا يعتبر ناي شرعا وهل هذه النفخة التي نفختها الآن تعتبر محرمة بحيث يجب على كل من يسمع الآن أن يسود أدنيه أيضا ألعاب الأطفال مثلا هذه لعبة عندي لأبني ريان الآن ما فيها بطارية لكن لو ضغطت على أي زر من أزرارها سيعطيك موسيقى هل شراءها حرام؟ وهل لو أهديت لي فيجب أن أكسرها مثلا أو تقلي لأنه يلعب فيها بدون ما يضع البطاريات هل هذا هو الحكم الذي سنخرج من هذه الحلقة أو من هذا النقاش به؟ مثال آخر هذه لا تعمل بالبطارية هذه آلة تسمى زينوفون حسب ما أعتقد هل هذا محرم أيضا؟ هل ما فعلته الآن هنا بدون ما أكون مستحضر لسلة من الموسيقى أنا ما أعرف عنه شيئا؟ ولا أعرف أصلا كيف أعزف معزوفة؟ هل هذه الدقة؟ فقط الدقة ولا أقول عزف موسيقى بعتبار أن هذه من المعازف لو اعتبرناها من المعازف فأي استعمال لها يعتبر حرام؟ هذه الحركة محرمة مثلا؟ أنه لا أسخر لا أقول هذا من باب السخرية لكن من باب التحرير لهذا الحكم الفقهي هذه اللعبة لو وصلتني هذه أيضا يجب كسرها؟ لأنه ما لها أي استخدام آخر غير إصدار هذه الألحاب فهل يجب كسرها أيضا للخروج من الحكم لهو استباحة لهذا أو لهذه المعازف؟ أيضا في مثلا ألعاب فيها صندوق موسيقى عبارة عن أسنان بعدما أنت تشد الزنبرك أسنان زي الدبابيس تمر على شيء زي المشت فيعطي معزوفة يعطي موسيقى لحن يعني جميل فأيضا هل هذا يجب كسره مثلا أو تعطيله؟ وهل الاستماع أو سماعه حتى هو حرام؟ يعني كل ما فيه موسيقى من ألعاب الأطفال يدخل في حكم آلات لهو؟ هذا السؤال الذي ما أظن أنه أحد ناقشه وبنفس الطريقة أسأل هل رنت الموبايل حرام؟ الرنة اللي بتجيك مرة في كل ربما ساعات أو ربما في الأيام لو أحد رنة عليك وسمعت الرنة لمدة ثمانية حتى ترد على الهاتف هل هذا حرام أيضا؟ وعندما نتفلسف أيضا ونناقش أنه بما أنه المعازف تؤدي للطرب والنشوة وتحرك النفس باتجاه الحرام وإلى آخره السؤال لو ما حركت فما هو الحكم؟ ولو تحركت النفس باتجاه هذه المشاعر بدون معازف فما هو الحكم أيضا؟ طبعا العلماء حرموا الغناء إذا كان يؤدي لهذا إذا كان محتوى الغناء بدون معازف يؤدي لهذا التفاعل فهو حرام طيب لكن أنا هنا أتحدث عن المعازف تحديدا حتى نفهم ما هي المحرمة منها هي نفسها لو ما أدت لهذه النتيجة مثل الموسيقى التصويرية في الأفلام الوثائقية مثل الألعاب الأطفال كما رأينا مثل الموبايل مثل الموسيقى حتى كلاسيكية الموسيقى الهادية يعني أنا لا أحب هذه الموسيقى هي بتوفن وغيره لكن لنقول أنها عند بعض الناس تكون مثلا مهدئة ولا تحرك هذه المشاعر المحرمة أو تؤدي للتفكير بالحرام مثلا فهل هنا مثلا مقاصد الشريعة التي من أجلها كما يقال حرمت هذه المعازف هل هنا لم نعد لتحدث عن تحريك أو دخول إلى أبواب الزنا مثلا؟ طيب إحنا مثلا أيضا الأناشيد الإسلامية سواء كانت أناشيد بعضها محل خلاف لأنه فيه دف ولكن الكثير من العلماء والفقهاء اللي عندهم أصلا معازف حرام اعتبروا الدف مستثنى طيب سواء كان فيها دف أو ما كانت ألا نرى أنه حتى أكثر السلفيين والصحويين تشدد أنه حتى اللي راحوا باتجاه التطرف يعني الجهاديين ولا أقول الجهاد حرام يعني فهموني كلمة الجهاديين معروف إش هي هؤلاء اللي راحوا باتجاه التطرف الشديد هؤلاء يعتبرون الأناشيد شيء أساسي في خطابهم ما في أحد منهم يعني يحرم الأناشيد طبعا لكن لو قلنا أن هذه الأناشيد تؤدي لنفس المعنى تؤدي للتخدير وهي لا تؤدي للتخدير باتجاه الحرام ودعك الآن من قضية التطرف وأنه قتل خارج الشرع ليس هذا موضوع لكن هي ربما تؤدي للتخدير أيضا بمعنى الطرب فهنا ألم نقع في نفس الإشكال يعني أناشيد بشكل عام أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنجشه رفقا بالقوارير لهم النساء اللي كانوا بيبكوا لما أنجش كان يغني للقافلة وفي قصة أخرى أيضا أحدهم كان يغني للجمال الجمال هي حيوانات نفسها كانت تطرب إلى درجة أنها استمرت في المشي ونسيت إلى أن تعبت وماتت من كثرة المشي من كثرة ما كانت مطروبة من صوت الذي كان يغني طيب هذا ألا يدل على أن مفهوم الطرب تحقق هنا طبعا الفقهاء اللي أخذوا هذه الحاديث واللي هم مصررين على التحريم يعتبروا أن هذه استثناءات أنه يجوز الضرب بالدف والغناء في السفر ثم في حديث آخر لما أحد الجواري قالت أني نذرت أن أضرب بالدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من السفر قال لها بمنك نذرتي فسمح لها قالوا أيضا هنا نستثني فقط للعائد من السفر ولا أدري لماذا هذه الاستثناءات ومن الذي خصص هنا لكن ألا يؤدي هذا كما أقول من مقاصد الشريعة هنا نتحدث ألا يؤدي للطرب وهذا الطرب هل هو مباح وما الذي يختلفون عن المعازف يعني النتيجة هي نفسها فأنت تطرب من الصوت الجميل حتى لو كان بدون معازف الآن هذا يقودنا إلى نقطة أخرى قضية الآهات في الأناشيد الإسلامية الجديدة واللي حتى السلفيين اللي ربما يعتقد أنهم متشددون هم بعضهم استباحوا هذا الأمر مع خلاف القصة بدأت بأنه أنت ممكن تعمل أناشيد ليس فقط كلام ولكن في الخلفية هناك من يقول بهذه الطريقة بعضهم صار يتوسع وأكثر من شخص عادين بيسووا نفس الأصوات النتيجة صار عندك معزوفة موسيقية رائعة خلفية فيها إيقاع حتى وكل هذا صوت بشرية فإحنا هنا ما في معازف هنا بدأ الإشكال النتيجة هي طرب كامل لكن ما في معازف طبع إيش نسوي وأنا حتى وجدت هناك ما يسمى بالموسيقي الفموي أو شيء كهذا يعني حتى عند الغرب اللي هو ما في عنده علاقة بالحلاو الحرام بعضهم صار الآن يعزف معزوفات كاملة بصوت الفم صار يقلد كل الأدوات الموسيقية تقريبا مع الإيقاعات والأشياء الصعبة هاي يقلد بفمه بعضهم صار يعني ينتج موسيقى كاملة ربما أشرطها وكذا ربما حتى يقيم حفلات بهذه الطريقة طيب هذا إيش نسميه حلال ولا حرام الخطوة اللي جاءت بعدها أنه صارت هذه الأصوات تسجل وربما تعالج إلكترونيا وكهربائيا على الأورج ثم يعزف على الأورج بنفس الطريقة تبدأ ما يكون أوتار أو من مصدر كهربائي ما صار عبارة عن صوت بشري معالج وفيه سلن موسيقي كامل وتعزف فيه المعزوفات هنا لما دخلت في الأورج قالوا لك حرام طيب ما لما كانت بصوت بشري لماذا كانت حلال؟ إيش اللي اختلف هو نفس الصوت يعني خلينا نورجع للأصل إيش الفرق بين الوتر في الوتر هذا الموجود في الحنجرة وبين الوتر العادي الموجود في آلة لماذا سميت هذه معازف وتلك لا؟ السؤال العام هنا ما هو الضابط يعني كيف أنا أقول هذا حرام وحدا حلال لما قلت على ألعاب الأطفال والدقة هنا وأنا شفت مثلا في بعض الدول الغربية تجد واحد جالس على مكان في مكان عام وأمامه دلاء وطناجر وأعد بيعزف عليها معزوفات من أروع ما يكون الطنجرة هادية وأي شيء من الأشياء التافهة اللي هي ربما أخذها من القمامة أصلا هذه سميت معازف؟ ربما هنا تقول لي الأمر يخطى للعرف ما يتحول إلى آلة عازفة فهو يأخذ حكم الآلة العازفة طيب نقطة أخرى الطنجرة هذه نفسها لو أنا حولتها إلى أداء للعزف هل تأخذ حكم أدوات العازف اللي هي ليست حرز بمعنى لو واحد كسرها فليس عليه الضمان شرعا كما هو حكم الجمهور إلا عند الأحناف مثلا بمعنى أن لو واحد كسر قيتار أو عود فليس عليه الضمان يعني هذا مال مستباح مثل الخمر لا يجوز للمسلم أن يشتريه ولا يقتنيه بغض النظر عن شربه فلو واحد كسر قنينة خمر لشخص مسلم فليس عليه الضمان بنفس الطريقة طيب لو أنا كسرت هذه الطنجرة علي الضمان أم لا لو أنا الآن ما ليجالس وعد بعمل معزوفة كاملة لو جالس في بيتي وعد بدقة عليها بهذه الطريقة هي حرام أم لا والأولى هل من يجلس معي يجب أن يصدق دونه أم لا وهل أنا مرتكب كبيرة أو صغيرة أم لا ما هو الضابط إلا أي حد أخرج من حكم المتعارف عليه أو الأمر الذي يعني يتساهل فيه أم لا هل الطرب هو المقياس ربما أسمع موسيقى كاملة ولا أنطرب بل ربما أنزعج بعض الموسيقى تكون مزعجة لي فما هو الضابط هنا فمثلا لو تحدثنا عن الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام البيرة اللي هي 5% كحول حرام ربما لو شربت برميل منه لن تسكر على الأقل بعض الناس اللي هم متعودين لكن خلاص هو التحريم عشان ما تستهين نفس الشيء في النظرة المحرمة لك النظرة الأولى لأنه قد تكون نظرة مفاجئة بعدين خلاص تغط بصرك ولا يجوز لك أن تنظر لأي أمرأة إلا للضرورة ولو عرفت أنه في فتنة فما تنظر حتى لو كانت متحجبة خلاص هنا الأمر واضح لكن ماذا عن المعازف يعني من الأمثلة الأخرى اللي بتغطر في بالي صيادين لؤلؤ في الخليج كانوا لما يطلعوا في السفن بيغنوا لو قلنا أبحنا الطبول في الحرب وفي السفر وهذه نفس الشيء طيب هم ما كانوا يدقوا على الطبول أصلا كانوا يدقوا على القربة أو على أشياء أخرى في السفينة ويعزفوها تتحول إلى شيء يحفزهم على العمل هذا حلال ولا حرام ولو ما كانوا في السفر لو جالسين في ديوانية حلال ولا حرام القربة نفسها تكسر ولا ما تكسر لأنها صارت من المعازف طيب أنا الآن في العصر الحديث لو سجلت هذه الأنشودة لهم أو الأغنية اللي بيغنوها على السفينة ورجعت سمعتها في بيتي حرام ولا حلال سأستشهد الآن بحلقة للشيخ ولد الددو وذكرتها ربما في الحلقة السابقة تحدث فيها بالتفصيل للشيخ على أنه الأحكام هذه محل خلاف وهو يميل بشكل واضح للتحريم وأخذ كل النصوص وتأويلاتها بهذا الاتجاه الآن من الأمثلة لأنه كان المحاور باناعمة كان يأتي بالأدلة الأخرى أو الرأي الآخر ويناقشه بشكل كان فعلا مستوفي لكل الشروط فمثلا كان يتحدث عن الآهات التي تدخل الأورغ ويتم العزف فيها فالدكتور باناعمة يقول إيش الفرق بين هذه النغمات لو أدخلتها على الأورغ وعزفتها أو أني أغنيتها نفس النتيجة فالشيخ ولد الددو يقول النتيجة مختلفة وطرب مختلف ربما الشيخ ليس لديه الاطلاع وهنا أرى فعلا الأمر الذي يستدعي من الشيوخ المعاصرين أن يتوقفوا عند هذا الأمر ويدرسوه دراسة وافية يعني أنا مستغرب مثلا لماذا الأمور الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي كل فقه المعاملات وكل ما له علاقة بالبنوك هذه كلها قتلت بحثا من جامعة الفقهية كل فترة بتجتمع وتخرج لنا اجتهادات قضية المعازف ما زالوا على تكرار الأمور السابقة كما هي ما في أي اجتهاد ولا فقه لتنزيل هذه النوازل على النصوص السابقة الأمور اللي لفتت نظري الشيخ عبدالله المطلق في حوار مثلا أيضا على التلفزيون يقول أنهم اعترضوا كلجنة شرعية على قناة المجد لما سمعوا بعض المسيقات فأخذوهم للقناة وأرجوهم أن ما في عنا معازف ولكن آلات أنا نفسي اشتغل في القناة وهي وفي غيرها هم ما عندهم مشكلة أنه في النشرة نشرة الأخبار الشارة نفسها تكون بالآهات وهي الآهات طيب كما قلنا تؤدي نفس النتيجة فنريد هنا الضابط ما الذي يجعل هذه الآهات مباحة وسواء قيلت بشكل صوتي أو كانت على الأورغ أو لا متى تكون مباحة متى نحكم عليها أنها موسيقى لأن شارة الأخبار في قناة المجدية تشبه أي نشرة أخرى بالمناسبة الآن في صار حتى أفلام كرتون إسلامية توم وجيري نفسه شالوا منه الموسيقى وحطوا فيه آهات والنتيجة كانت مضحكة فعلا فهنا أيضا نفس السؤال أن الطفل هذا اللي بيسمع الموسيقى في أفلام الكرتون هو أيضا يعني داخل في نفس الحكم بمعنى أنه هي آلات له وتؤدي لنفس النتيجة لهي الطرب ولا لا رأيت عدة فتاوى تحرم نشرة الأخبار نفسها اللي هي نشرة أخبار جزيرة وليست بالآهات ومع أنهم فرقوا بين السماع والاستماع الذي فرق فيه أيضا ابن تيمية لكن من باب التشدد يجب عليك أن تخفض الصوت لما تطلع هي الشارع طيب ممكن أسأل هنا لو كنت أنا في الحمام ومشغل التلفزيون على نشرة الجزيرة وانتهت النشرة وسمعت صوت الموسيقى هذه يجب أن أخرج مسري عن حتى أخفض الصوت ولا أتساهل بموضوع أنا لا أطرح من باب السخرية لكن الفتاوى هنا الموجودة على النت يجب أن تخفض ولو لم تفعل فأنت آثم حتى لو لم تكن تستمع هم فهمين قضية السماع على أنك أنت حتى لو لم تكن تطرب وسمعتها سماعا لكنك قادر على خفضها فيجب أيضا أن تخفض الصوت مع أنه حسب ما فهمت أنا من الفتوى القديمة بالتفريق بين السماع والاستماع إذا لم تطرب ولم تكن منتبها ولم تكن مركزا فالقضية فيها سعى هذا أصلا لو كان موضوع المعازف نفسه مع الإجماع هنا أيضا نفس السؤال موسيقى التصويرية لأيف المثائقي والموسيقى الهادئة كما قلنا أنا هنا أريد الإحالة على محاضرة للشيخ فريد الأنصاري رحمه الله هذا دكتور من العلماء في المغرب دكتور أصولي في أصول الفقه وفقيه وهذا ليس إخواني اللي شايفين قضية الموسيقى تميع إخواني هذا ضد الحركات الإسلامية كلها عنده مشروع الفطرية يبحثوا عنه بتلاقوا موقع بهذا الاسم عنده كتاب البيان الدعوي ضد الحركات الإسلامية بشكل مطلق هو نفسه له هذه المحاضرة التي لا يرى فيها تحريم هذه الطريقة ويرى أنه يجب أن نتزهد يعني ما نتوسع في السماع لكن ليس بتحريمها بشكل كامل من الأمور المهمة التي ذكرها الشيخ فريد الأنصاري أنه هي تأويل ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين نقل عن ابن مسعود بن عباس أن هذا النص نزل في الغناء وابن مسعود يقسم على أنه يقول والله هو الغناء طبعا ابن حزم طعن في هذه الروايات لكن فريد الأنصاري يقول لماذا لم يحرم الله صراحة الغناء والموسيقى والعرب كانت أمة مغنية كان عندهم القيان والمعازف أمر منتشر كثيرا مثل الخمر فجاء النص واضحا بالتحريم الخنزير مع أنه ما كان موجود في بيئتهم وتحريم الخمر وتحريم الميتة وتحريم الدم وأشياء كثيرة لكن المعازف تركها مفتوحة ويأتي هذا النص الذي ممكن أن يفهم بطريقة أخرى وفي تأويلات أخرى مذكورة في كتب السلف ليست بمعنى الغناء مع ذلك الشيخ الددو أطالى الله في عمره يقول طالما أقسم ابن مسعود بأنه يقصد به الغناء وحتى مع وجود تفسيرات أخرى للصحابة لكن طالما أنه أقسم فهذا دليل على أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إذن يأخذ حكم النص الصريح بتحريم الغناء طيب أنا عندي هنا سؤال ابن صياد اليهودي أو ابن صائد هو كان شاب ولد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وشك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الدجال والأحاديث الصحيحة كثيرة عن هذه القصة وكان يريد أن يتقص أمره في النهاية لم يصدر نص صريح لم يقول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الدجال وترك الأمر مفتوح لأنه واضح أنه ما جاء وحي أو لم يصلنا وحي ببيان أمر هذا الرجل مع ذلك في الحديث الصحيح في البخال ومسلم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرى أيضا ابن عمر وغيرهم كانوا يقولون أن ابن صياد بشكل جازم هو الدجال مثلا أبو ذر يقول لأن أحلف عشر مرات من أن ابن صائد هو الدجال قال أحب إلي من أن أحرف مرة واحدة أنه ليس به رواه أحمد والبزار والطبراني والرجال أحمد رجال الصحيح الآن بعد كل هذا المفروض نخرج بنتيجة جازمة نعبا صياد الذي أقسم عليه أكثر من صحابي ابن عمر وأبو ذر وعمر وجابر أقسموا أنه الدجال موضوع مفروض لكم محسوم وعمر أقسم أمام النبي عليه وسلم ولم يرد عليه ولم ينكر مع ذلك جمهور العلماء على أنه ليس هو الدجال حتى يجمعوا بين هذه القصة وبين قصة تميم الداري التي رويت أيضا في مسلم عن الدجال اللي كان محبوس في جزيرة النووي في شرح مسلم كان يرجح أن ابن صياد ليس الدجال ابن تيمية نفس الشيء قال ابن حجر يعني قدم تحليل آخر في فتح الباري قال أنه ابن صياد قد يكون شيطان تجسد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وما بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى اختفى يوم الحرة مش هذا موضوعنا من التحدث في حلقة سابقة عن الدجال والفتن فالسؤال هنا كيف تجاوز هؤلاء العلماء على هذه الأيمان المغلضة لدى الصحابة وما قالوا هي موضوع جازم ونهائي ثم نأتي ونقول أن مدام ابن مسعود أقسم على أن الغناء هو المقصود في الآية فإذا خلاص انتهي الأمر أيضا الشيخ فريد الأنصار يقول لهو الحديث لو كان يقصد به أيضا فهو يطلق على الغناء وليس الموسيقى الخالصة وهي المعازف الحديثة وهي زي هذه الآلات التي أجدتكم يا تبع الأطفال مثلا ولا الموسيقى الهادة ولا غيرها لا يسبب ضرورة أنها مشمولة يعني لا ينطبق عليها هذا الوصف لأن لهو الحديث في المعازف كيف تدخل فيها الذي كانت مشتملة يعني مشمولة مع الغناء ومع مجلس الغناء فهو لهو بالنهاية طيب أيضا للكتب المهمة عشان ما تقولوا أن أنا رحت فقط لكتابين شادين من كبار السلفية الوهابية في هذا العصر الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود مفتي قطر السابق رحمه الله رجل نشأ في الصحراء وليس من أهل المدن ولا الحضارة ولا ممن نشأ في جو صوفي مثلا حتى يتساهل في قضية المعازف لديه رسالة في هذا الموضوع رسالة صغيرة تجدوها على الإنترنت لو بحثتم عنها وهو يقول أن هذا الموضوع محل خلاف وجاء بأحاديث الحضر وأحاديث الإباحة مثلا يقول إن الآية لو فسرنا بهذا التفسير فهذا الاستنباط هو اجتهاد من بعض المفسرين وليس بنص قاطع على ما ذكروا وليس بنص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجب المصير إليه بالدليل القاطع والبرهان الصاطئ كلام شيخ سلفي وهابي كلمة الوهابية لا أقصدها بالمعنى السلبي هو ينتسب إلى هذه المدرسة ما احترامي لها ثم نقفز الآن وهذا يحمل على من تصد إلى الكتابة أو شراء الكتب المجتملة على الإلحاد والزند قال يضل بها الناس عن الحق هذه من التأويلات الموجودة في عصر السلف عن تفسير كلمة له والحديث ويقول أيضا يشمل كل ما يتله به الإنسان في حياته وقد سمى الله الدنيا لعبا ولهوان إلى آخر الكلام من كلام الشيخ الددو ضرب الرجال بالدف محل خلاف والجمهور على جوازه من يرى جواز الضرب بالدف واستماعه مطلقا هذا أيضا موجود في الأحكام الفقهية وليس فقط في الزواج وهو قول معتبر لا تثريب على من أخذ به هناك أيضا من يبيح طبل الحرب وكما قلت طبل المسافر هذا كل ما ذكرناه طيب هذه من المعازف المسموح بها الطبل مثلا والدف وهذه تطرب فإذا المعازف فيها استثناءات في بعض الأماكن كما قلنا فالبامي قال لا هناك نص وهو أمر تعبدي ونأخذه بالنص طيب إذن لا نتفلسف ونقول أن كل شيء من المعازف سيؤدي في النهاية إلى نتائج وتكون بريد الزنا وهذا أيضا تفلسف وليس تمسكا بالنص أيضا الشيخ الددو في أكثر من مرة في الحلقة يقول أن الإباحة هو مذهب حتى لو كان رأي أقلية لكنه مذهب معتبر وليس الخلاف غير سائغ كما يقول المعاصرون الآن أو حتى الكثير من القدماء خلينا نسمع ونشوف نعم بالنسبة لهذا نحن لا نذكر أن بعض العلم يرى ذلك مذهبا فهو نحن لا ندعي الإجماعة على التحريم هذه مسألة مهمة أولا إجماعة غير حاصب لا بل في كل عصر بعض العلم يدعي الإباحة والخلاف قوي أو ضعيف الخلاف موجود وما دامت الأدلة تقتضي الرجحان التحريمي فالخلاف سيكون ضعيفا طبعا مسألة أخيرة أتمنى أن تفصل فيها هذه المسألة بعد كل هذا التفصيل والطواف هل هي مسألة يصلح أن تكون من معاقد الولاء والبراء أو أسباب الشقاق والاختلاف أو هي مسألة ترون أن الخلاف فيها متسع أو مقبول يعني أكون هي مسألة من المسائل الفقهية وليست من المسائل العقدية طيب والخلاف فيها قائم بين الألم ونحن لا نحسمه ولا ندعي حسمه لكن ندعي أن الراجع فيها التحريم فقط هذا الأمر بسيط ويسير ونظائرها من المسائل الفقهية التي فيها خلاف بمعنى أن تضخم بأكثر أكبر من حجمها يمكن طيب أكرمك الله يا شيخ أنا وشكر الله لكم أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات الأمثلة المهمة من السلف ابن الماجيشون وكل عائلته كما ذكر باناعمة في الحلقة كانوا الكثير من أهل المدينة لا يرون الأمر بالتحريم كما يرونه الآن والكثير من الجمهور وشيخ الإسلام يقول إنه وإن نقل عن أهل المدينة وغيرهم استعمالهم للغناء واستحبابهم له فلم يقل أحد من علمائما أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا لاحظ أنه أقرب أن بعضهم يبيحه من أهل المدينة اللي هم أقرب الناس للفقه ولفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فبعضهم يبيحه أو يره مكروها فهذا إذن ينفي الإجماع فنحن لا نقول أنه مستحب لكن على الأقل ننفي الإجماع لأنه محرم أتوقف هنا أيضا عند حديث عائشة لما دخل أبو بكر ورأى جاريتان تغنيان والنبي عليه الصلاة والسلام موجود فقال مزمار الشيطان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الحديث أنهما كانت تغنيان بالمزمار وليس مجرد غناء لأن الشيخ الددو بشكل عجيب الله يحفظه الجزيل خير جاء بتأويل أنا لم أتخيله مع أنه قال أنه هذا أقوى دليل للمبيحين لكنه ليس بدليل وراد التأويل أنهما ليست بمغنيتين يعني هما كانوا معروفتان بأنهما يغنيان بغناء بعاث لهم قصائد الحرب بين الأوس والخزرج لكن في الجلسة التي عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يغنوا التأويل عجيب وحتى المحاور نفسه بانعمة قال هذا تفسير عجيب وضحك لأن النص لو قرأته لا يؤدي لهذا المعنى النص واضح بأنه كانوا يغنوا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن أصلا اللي قالوا بالتحريم لم يقولوا كما قالها شيخ الدد وقالوا أنه نبيحه في حال العيد فقط فإنما عرفتا بالغناء كانتا تغنيان بغناء بعاثة فاشتهرتا بذلك لكن في وقت دخولي أبي بكر لم تكونا تغنيان أبدا بل جاءتا تطلباني مساعدة وهذا يعني من يشوف منه كيف أن معظم الفقهاء في التاريخ يميلون إلى التحريم والتضييق بكل طريق ممكنة لأنه ثبت أنه كان هناك غناء ومزمار فيجب أن نفسر بأنه محدود إما بالسفر أو الحرب أو عند قدوم المسافر أو في العيد مع أن النصوص لا تؤدي بالضرورة هذا المعنى يقول الشوكاني في كتابه لتحدثنا عنه سابقا وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها فذهب الجمهور إلى التحريم وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية للترخيص في السماع ولو مع العود واليراء طبعا هذا قول شاد ثم بعدين صار يستشهد مش عايز أطول لكن ذكر أبو منصور البغدادي الشافعي في كتابه السماع حتى الشيخ الددو ما أنكر هذه القصة وكان هذا في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ونقل هذا عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي وهؤلاء كلهم من السلف ونقل هذا عن أبي بكر بن العربي وجزم بالإباحة الأدفوي وهو من علماء مصر في العصر الأيوبي في القرن السابع له كتاب تقريبا يبيح في السماع لا أريد أن أطيل والغزالة طبعا قصة معروفة ولو عدت أيضا لكتاب الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود يقول في كتابه المسمى الغناء وما عسى أن يقال فيه من الحضر والإباحة في بداية الرسالة يقول لقد اختلف العلماء في سماع الغناء وآلات الله قديما وحديثا وأكثروا القول فيه بل كتبوا فيه مصنفات بعدين لما ذكر الأحاديث الحضر قال رأيت أنه لم يصح من هذه الأحاديث إلا حديث يستحلون الحرة والحرير مع ما قيل في إعلاله واستعرض أدلة الفريقين مش عايز أطول كمان لكن حقف عندها فقرة ولهذا رأيت كثير من أئمة العلماء الزهاد قد شددوا النكير على أهل الله لما كثر وأسرف الناس فيه عندما عظم عمران الأمة واتسعت مداهب الحضارة فيها حتى جاء أهل التقليد اللي هم العصور اللاحقة بما فيها عصرنا طبعا فرجحوا أقوال الحضر وزادوا عليها في التشديد حتى حرم بعضهم سماع الغناء مطلقا وسمع آلات الله جميعها إلا طبل الحرب ودف العرس وزعموا أنه دف مخصوص لا يطرب أنه غير دف أهل الطرب وإضا استشهد الشيخ واختتم كتابه بكلام للإمام الشوكاني في نيل الأوطار ووصفه بأنهم أجمع كلام يحكي خلاف العلماء وأدلتهم في مسألة الغناء والمعازف إذن القضية هي أنه كان في فهم في البداية ثم جاء التشدد في النهاية ثم جاء الحكم لأنه الآن صار كل الغناء تقريبا والمعازف كلها أو معظمها يأتي في سياق الطرب فخلاص خلينا نعمم عشان يعني نغلق باب الفتنة لكن كما قلت حتى في هذا العصر في موسيقى تصويرية في موسيقى لنشرة أخبار في موسيقى هادئة في موسيقى للأطفال هذه يجب أن يكون لها حكم فيه فقه لهذه النصوص ولهذه المعاني ولمقاصد الشريعة من الأمور التي أذكرها لما كنا في المدارس يعني في مدارس التي نشأنا فيها في عصر الصحوة وفي جو الصحوة حديث أن من جلس إلى قينة صب في أذنه الآن كيوم القيامة هو الرصاص المذاب يعني من يسمع الغناء عقوبته في الآخرة صب الرصاص المذاب في أذنه هذا كان يعلمون أيها في المدارس فكنا فعلا يعني نشأنا على جو الترهيب والخوف والدعر من سماع الموسيقى الآن لو بحثت في هذا الدليل ستجد أنه باطل كما نقل ابن الجوزي وقال ابن حزم هذا حديث موضوع مركب فضيحة وقال الألباني موضوع فما في أي أحد ينقل هذا الحديث اليوم وفي السابق كان مما تربينا عليه في جو الصحوة بما أني عدت للصحوة الآن وعدت للألباني مرة أخرى في هذا الجو كان الدارج ليس فقط تغطاء الوجه والكفين بالكفوف حتى يجب على المرأة أن تضع العباء على رأسها بمعنى أنه لو وضعت العباء على كتفيها ثم غطت رأسها بخمار فهذا أيضا باب أبواب الفتنة فيجب أن تضع العباء على رأسها حتى لا يتحدد شكل الجسم إن هو شكل الكتفين هذا سيفتن الناس أنا لا أقول إن هذا كان القول الشاد هذا كان القول العام وكان في مطويات توزع في المساجد في الأماكن العامة تجد فيها رسمة امرأة سوداء بالكامل مغطى كل شيء فيها لكن تضع العباء هنا وتضع الأخمار هنا وعليها إشارة X والصورة الصحيحة الشرعية هي أنه يجب أن تضعه على رأسها طبعا هذا كان أصلا لباس الصحابيات ولباس كل النساء في العصر الإسلامي كله لكن ما في نص على أنه هذا هو الشرعي وأنه ما عدافه هو الحرام أو حتى غير مستحب أيضا من الأمور التي أحب أن أتوقف عندها الكثير من الطيبين وفعالين الخير واللي أحسن أظن فيهم أكثر مما أحسن أظن به كانوا شايفين أني إن شاء الله رجل صالح من الفيديوهات وما نعرضه لكم ربما يعني اعتقدوا أني من الصحة وكذا فصدموا لما أنا تحدثت أنه موضوع خلافي فقط أنا ما قلت حلال قلت موضوع خلافي ولا نحكم بالإجماع صدموا صدمة كبيرة بعضهم يعني شايف الموضوع جدا مزعج لدرجة يعني ما أكثر العلماء والمشايخ والدعاء الذين سقطوا وهذا أحمد كمان الآن سقط ربما رايح باتجاه عدنان إبراهيم وشحرور كذا وحملة يعني لإلغاء الاشتراك بقناة السبيل وهذه خلاص يعني سقطت لأني قلت ما قاله الشيخ مثلا آل محمود وما قاله الشوكاني ما قاله الشيخ خدده أيضا أنه ليس موضوع إجماعي أصلا ليس موضوع ننكو فيه على الآخرين من الأسف يعني هناك دائما محاولات تصنيف والكل يشعر بالخيبة يعني البعض يريد أن يضعني مع جماعة المنفتحين ثم ينصدم لما يشوفني متشدد لما أقول مثلا لا لا تهنئوا الآخرين بالكريسمس فينصدم والآن انصدم الآخرون لما أقول الموضوع هذا موضوع ليس محل إجماع فأنا مش عارف يعني أرض مين ولا مين الآن للأسف المشكلة الكبرى هي أنه حتى لو أن اقتنع البعض وبعضهم راسلني ومش قادر يقول هذا الكلام على العامة أنه نعم القضية محل نظر ويجب أن نفهم قضية المعازف بشكل جديد في هذا العصر هؤلاء لا يستطيعون أن يقولوا هذا بشكل علني للناس ليس فقط خوفهم من السفاء بل الكثير من المشايخ كما قلت والكثير من المشايخ حتى لو يريد الآن أن يغير رأيه عن فتوى كان عليها عاملة العلماء وزعموا فيها الإجماع إما لأنه أيضا لديه ورع شديد فلا يريد أن يخرق كلام الجمهور أو لأنه يخاف من الناس ومن كلام الزملاء والأقران فيخسر جمهوره وربما الأمرين مختلطين معا فالإخلاص عزيز يعني مش هتقدر تلاقي نية مطلقة بالورع المطلق قد تتداخل هذه النواية مع بعضها أنا مثلا كمثال يعني مرة قرأت واحد من طلاب العلم وضع بحث جميل على الإنترنت يريد أن يخرج بنتيجة جديدة وهي أن المذي اللي هو الإفرازات التي تخرج من الإنسان في حالة الشهوى قد يكون طاهرا مع أن الحكم المعروف هو أنه نجس فهو يريد أن يخرج باجتهاج جديد بناء على معطيات معطيات أنا رأيتها محل نظر وأنه لا أقول صحيحة لستم أهلة لذلك لكن هي فعلا تستحق أن تقرأ المهم هنا أن الاعتراضات التي جاءت لأنه وضعها في منتد دافقه أكثر ما لفت نظري هو أنك إذا خرقت كلام الجمهور فأنت هنا تدخل في مرحلة الخطر في دائرة يعني مخيفة جدا وهذا الكلام قيل لأبن تيمية نفسه لما خالف كلام الجمهور في قضية الطلاق مع أنه ما جاء بجديد هذا الخلاف كان موجود في أيام السلف فوجد من الاضطهاد من المشايخ وليس فقط من العوام ومن السفهاء طبعا وأيضا من السلطة لأنه خالف ما كان مرتفقا عليه فأنا أقول باختصار أنا لست مفتيا ولا حتى قريب حتى من مستوى طلاب العلم أتمنى أنه نتحلى بالجرأة في مناقشة هذه الأمور لأنه هذا الموضوع تحديدا وهذه المسألة في رأيي لم تناقش بشكل عصري يمكن أن يكون فيها تنزيل لهذه النوازل الجديدة لنفهم تماما ما هي المعازف المحرمة والتي ينطبق عليها النص هذا حتى لو خرجنا أصلا من قضية الإجماع هولا فأتمنى الآن من العلماء والفقهاء قضية السماع والاستماع يتوسعوا في فهمها وفي تنزيل هذه النوازل عليها بمعنى أنه هل يجب فعلا على كل من يسمع أو يشاهد فيلم وثائقي لو كان نافعا جدا وحتى لو كان تسليا لملء الفراغ بشيء مفيد نقوله يتعلم الآن درس علم شرعي لكن يفترض أنه عبارة عن طلب علم في شيء مباح أو لنقل هو له مباح على الأقل فهل يجب علي خفض الصوت كل مرة طلعت فيها موسيقى؟ والأمور الأخرى التي ذكرتها أيضا في هذه الحلقة كلها أتمنى أن تجد ما يكفي من الاهتمام من علمائنا ومشايخنا لينظروا فيها سأضع لكم روابط بعض الأشياء التي استشهدت بها في هذه الحلقة أتمنى أني غطيت الموضوع حاولت قدر إمكاني يختصر أرجو أني على الأقل ما خيبت ظنكم في هذه الحلقة سواء برأيي أو بالاستشهادات التي أتيت بها ومرة أخرى لا أقول الموسيقى ولا المعازف ولا الغناء هي حلال ولا أريد حتى أن أرجح أي رأي أريد فقط أن لا نتشدد في قضية الصدام بين الآراء ولا نجزم بأن هناك إجماع في أمر ما طالما هناك خلاف وقال هذا العلماء الذين أعلم مني بذلك وأنا نقلت عنهم فقط ثم أمني أخرى للعلماء والمشايخ أن يحاولوا تنزيل هذه النوازل الجديدة على النصوص لنفهم ما هو المحرم وما هو المباح وما الذي يمكن أن نفهمه من مقاصد الشريعة ومن باب التمييز بين السماع والاستماع شكرا لكم على أي حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته